اشتركوا في القناة ولم يكن بودي ان اغيب عنكم لكن قدر الله مشافع احنا وصلنا الى صورة الانشقاق وذكرنا من قبل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال في من صره ان ينظر الى الاخرة كأنه رأي العين فليقرأ اذا الشمس قورك اذا السماء انفترك واذا السماء انشق يعني هذه الصور الثلاثة يعني بتعكس وصف راقي جدا عن بعض اهوال يوم القيامة والمسلم مطالب حقيقة بان يتذكر ذلك دائما والقاعدة عندنا التي ذكرتها كثيرا وارجو ان لا تنسوها ان هذا الكون الذي نحيا فيه سيدمر بالكامل لن يبقى فيه شيء والقرآن يقول يوم تبدلوا الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار ولذلك لابد للمسلم وللمسلمة اذا قرأ القرآن الكريم ومرت عليه كلمة السماء او الارض ان يسأل نفسه هل هذه السماء الحالية والارض الحالية ام السماء المستقبلية والارض المستقبلية لان على اساس من ذلك بيتم فهم الايات ثاما دقيقا والخلط يضيع المعنى ثماما يعني اذكر القادتين دول ان هذا الكون سيدمر في وقت الساعة وبعدين يخلق ربنا تبارك وتعالى ارضا غير ارضنا هذه وسماوات غير السماوات المحيطة طيبنا واننا سنبعث ان شاء الله تعالى من الارض الجديدة وان جنة الخلد ستكون على الارض الجديدة بنص القرآن الكريم ليس هذا ابتداعا من عندي الذي يقرأ سورة الزمر يدرك ذلك تماما ان الجنة جنة الخلد ستكون على الارض الجديدة وان النار اعاد عن الله وعادكم منها ستكون على الارض الجديدة ولذلك هذه الارض ستكون ضخمة جدا يعني يقول جنة نعرضها السماوات والارض الحاليين يعني صوار ضخامة الكون الذي نحي فيه الآن ستكون الارض اضخم من ذلك بكثير الارض الجديدة ستكون اضخم من هذا الكون الذي نحي فيه باكمله لنكون عليها الجنة ويكون عليها النار عادا الله وعادكم من النار وسنبعث من هذه الارض الجديدة ومن طلاقة القدرة الالهية ان الارض الجديدة ستحتوي كل ذرات هذه الارض الحالية لان بقايانا ستكون في هذه الارض الحالية يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب منه خلق وفيه يركب يوم الخيامة يعني الجسد ده يبلى كله ولا يبقى بأنه إلا عظمة صغيرة جدا عندما سوئل الرسول صلى الله عليه وسلم لرسول الله ما عجب الذنب قال عظمة في حجب حبة الخردل في نهاية العصاص في معايدنا منذ الفقر وقد أثبتت التجارب المعملية المختبرية الدقيقة صدق حريف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه العظمة تبدأ كخيط رفيع على ظهر الجنين في الليلة الخامسة عشر وتمر بها خلايا السطح فينتج عن هذا المرور كل أجز الجسم كل أجز الجسم والجنين يكون مكون من راقين طبقة خارجية وطبقة داخلية وعندما تمر الخلايا الطبقة الخارجية بهذا الخيط الدقيق تتخصص الجهاز العصبي الجهاز الدوري الجهاز العظمي كل أجزاء الجسم تكون بمرور خلايا الطبقة الخارجية بهذا الخط وتكسموه المنظم أو الشريط الأولي وبعد أن يتم تخلق كل الجزاء ينسحب هذا إلى نهاية العمود الفقري وثبت أن هذه العظمة لا تبلى أبدا لا بالطرق ولا بالسحق ولا بالغلي ولا بالإحراق لا تبلى أبدا فأثبت العلم صدق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تبدأ صلوة الإشقاق وهي صورة مكية بقول ربنا تبارك وتعالى إذا السماء انشق وهذه السماء الجديدة ليست السماء الحالية مع أن كل كتب التفسير تقول هي السماء الحالية لا هي السماء المستقبلية إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت أذنت هنا يعني أطاعت يعني استجابت الأمر فأطاعت وأذنت لربها وحق لها يعني أن تطيع رب العالمين لأن كل الخلق غير المكلف يعني ينفذ أوامر رب العالمين بدقة فائقة الذي يعصر له عصاة الإنس والجن فقط أما الخلق المكلف لا يملك أن يعصي أمر لله سبحانه وتعالى فقال إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت يعني وحق لها أن تطيع أطاعت أمر ربها يعني حق لها أن تطيع وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحق هنا الأرض زي ما أشرتنا في لقاءات سابقة الأرض تأتي في القرآن الكريم بسبعة معاني مختلفة وكذلك السماء فالمقصود بالأرض هنا قشرة الأرض اليابسة كاليابسة التي تنحي عليها الآن وإذا الأرض مدت يعني اتسعد وألقت ما فيها وتخلت تنشق القبور وتخذف هذه القبور ما فيها من رفاة الموتى أو من الموتى يعني الأنبياء والشهداء لا تبلع اجسادهم فالقبور يعني تلفظ ما فيها من رفاة الموتى أو من الموتى وأذنت لربها وحقت يعني أيضا أطاعت أمر ربها وحق لها أن تطيع لأنه ليس لها إلا أن تطيع وأذنت لربها وحقها هذه بعض مشاهد يوم القيامة ولذلك قلت أن السماء هنا هي السماء الجديدة ليست السماء الحالية والسماء الحالية لها يعني قوانينها أيضا عند تدمير هذا الكون بعدين يتجه الخطاب في الصورة للإنسان يا أيها الإنسان إنك كاذح إلى ربك كدحا فملاقيه والكدح هو البجاهدة العمل الشاق الشديد يا أيها الإنسان إنك كاذح إلى ربك كدحا فملاقيه والضمير في ملاقيه هنا إما يعود على الذات الإلهية نلقى الله وقولنا إن شاء الله سنلقى الله يوم القيامة ولكن الأبلغ أنه يلقى نتيجة الكدح يا أيها الإنسان إنك كاذح إلى ربك كدحا فملاقيه وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث يؤكد على أن الضمير يعود على الكدح وليس على الله سبحانه وتعالى وإن كان اللغة تتحمل ذلك بوضوح يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة مدى الله الأرض حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع قدميه الزحام شديد ربنا يهون علينا جميعا هذا اليوم يقول إذا كان يوم القيامة مدى الله الأرض حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع قدميه لشدة الزحام بل تخيالوا أن كل الناس من عهد أبوين أدم وحباء عليهما السلام إلى قيام الساعة سيبعثون في لحظة واحدة يعني كم يكون عدد البلايين الأرض الآن فيها أكثر من سبعة بلايين إنسان فما بالنا إذا اجتمع كل البلايين القديمة والمستقبلية سيكون زحام شديد نسأل الله أن يهوينه علينا حتى لا يكون البشر من الناس إلا موضوع قدميه وإن يستمر الرسول صلى الله عليه وسلم ليقول فأكون أول من يدعى أول من يطلب يوم القيامة للعرض أمو الله سبحانه وتعالى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل عن يمين الرحمن جبريل يقف على يمين رب العالمين ثم يضيف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة عجيبة يقول والله ما رآه قبلها أبدا فالصالة جبريل لم يرى رب العالمين هو تلقى الأومن فقط ولكن يراه في يوم القيامة قل والله ما رآه قبلها أبدا فأقول يا رب إن هذا أخبرني أنك أرسلته إلي فيقول رب العالمين صدق ثم أشفع فأقول يا رب عبادك عبدوك في أطراف الأرض ويقول صلى الله عليه وسلم هذا هو المقام المحمود حيث نسمع الأذان ندعو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعان يقول هذا هو المقام المحمود أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أول من يدعى في يوم القيام ويعمر يشفع في الناس فيشفع يعني قومه وأهله والذين اتبعوه ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم عبادك عبدوك في أطراف الأرض ويقول وهذا هو المقام المحمود إذا السمع انشقت وأذنت لربها وحقت وأذنت هنا يعني استمعت وأطاعت وأذنت ربها وحقت وحق لها أن تطيع وإذا الأرض مدت والأرض هنا هو اليابسة وألقت ما فيها وتخلت يعني أجذاف الموتى والموتى من الأنبياء والشهداء الذين لا تأكل الأرض أي سادهم وألقت ما فيها وتخلت تخلف عنهم وأذنت لربها وحقت استمعت وأطاعت وحق لها أن تستمع وتطيع وبعدين تدوجه الآيات بالخطاب للإنسان والإنسان يعني كل البشر يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وقلنا الضمير في ملاقيه إما يعود على الذات الإلهية أو يعود على الكدح والأولى الكدح لأن هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدين تتحدث الآيات عن موقف الناس في هذا اليوم العصيب فيقول أما من أتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً ليس ذلك بالحساب ولكن ذلك هو العرض من نخش الحساب يوم القيامة فنسأل الله سبحانه وتعالى جميعاً ألا يحاسبنا ألا ينقشنا الحساب إن شاء الله تعالى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حاسب حساباً يسيراً يعني ينظر في أعماله الطيبة فيقبلها ربنا تبارك وتعالى منه ويتجاوز عن أخطائه وهذا هو العرض يعني هذا مجرد العرض لكن لا ينقش الحساب أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من نخش الحساب يوم القيامة عذر فنسأل الله أن لا ينقشنا إن شاء الله يعني حسابنا أبداً إن شاء الله رب العالمين وعنها رضي الله عنها وأرضها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته اللهم حاسبني حساباً يسيراً فلما انصرف قلت يا رسول الله ما الحساب اليسير قال أن ينظر في كتابه فيتجاوز له عنه من نخش الحساب عائشة يومئذ هلك فنسأل الله تعالى أن لا ينقشنا حسابنا وأن يعفو عن سيئاتنا جميعاً فأما من أتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً والحساب اليسير يعني أن ينظر في كتابه ويعفى عن أخطائه وينقلب إلى أهله مصروراً والأهل هنا هم الذين سبقوه إلى الجنة يعني ليس بضرورة الأهل عن الأقارب قد يكون منهم الأقارب لكن الأهل الصحبة الناس الجماعة وينقلب إلى أهله مصروراً ينقلب إلى من سبقه إلى الجنة وهو فرح بذلك ومصرور به وقد يكون فيه من أهله إن شاء الله في الجانب الآخر يقول فيه ربنا تبارك وتعالى وأما من أتي كتابه وراء ظهره والقرآن يذكر أحياناً بشماله وأحياناً من وراء ظهره والنفسرين يقولون أنه يلوى ذراعه حتى يكون خلف ظهره وتحقيراً له واستهانةً به وعقاباً له يعطى كتابه يعني بشماله ومن وراء ظهره لاثنين وأما من أتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبوره والثبور هو الهلك يقول واثبوره وهلكاه يعني ومخيبته يعني يصرخ لأنه يرى يعني الواقع أمامه حياً وأما من أتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبوره ويصدى سعيره بعدين السبب إيه إنه كان في أهله مصروراً يعني كان لاهي بهذه الدنيا مش الصرور المحبب المطلوب لا كان منشغلاً عن تحقيق رسالته في هذه الحياة الدنيا إنشغالاً كاملاً فيش عبادة ما فيش صلاة ما فيش صيام فيش زكاة ما فيش حج ما فيش عمرة ما فيش دعاء ما فيش تلاوة قرآن إنه كان في أهله مصروراً كان منشغلاً بالدنيا عن الآخرة كان منشغلاً بملذاته عن عبادته وعن طاعة ربه إنه كان في أهله مصروراً إنه ظن أن لا يحور والحور هو العودة يعني إنه أنكر البعث بعد الموت أنكر العرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى أنكر الحساب أنكر الميزان أنكر الصراط أنكر الجنة أنكر النار إنه ظن أن لا يحور يعني في اللغة العربية يقول حاراً يحور حوراً يعني عاد يعود عوداً إنه ظن أن لا يحور يعني أنه مش راجع إلى ربه والأسف الشديد كثير من الناس وضعهم من المسلمين يعني يتنكر للآخرة مع إن هذا دعوة باطلة كانت عبر التاريخ اللي عايز يهرب من الواجب يقول إذا متنا إذا متنا وكنا طراباً وعظاماً أهننا معوثون خلقاً جديداً حجة الكافرين والمعاندين والمعارضين عبر التاريخ أن ينكر هذا الغيب الذي علمه ربنا طبعاً وتعالى لأبوين أدم وحوى عليهما السلام لحظة خلقهما وأنزله في سلسلة هائلة من كتبه وأرسل به يعني مئة ألف واربعة وعشرين ألف نبي واستفى من هؤلاء ثلاثمائة وبضعة عشر رسولة وبالرغم من ذلك لازال بعض الجهال يعني ينكر يعني نحن كنا في إيطاليا في الأسبوعين الماضيين وناخش بعض غير المجتمعين I don't believe يعني أنا لا يصدق يعني وإذا تعبب لهذه آية الكريمة أنه ظن أن يحقق لا يصدق بالبعث لا يصدق بالحساب لا يصدق بالجنة وبالنار إنه ظن أن لن يحقق وكان هذا دأب الإنسان عبر التاريخ الإنسان الذي مش عايز يقوم بواجباته تجاه دينه وتجاه ربه يقول لك يعني آخرة إيه وحساب إيه وجنة إيه فإنه ظن أن لن يحقق أنه ليس بعائد الحساب ليس بمبعوث لحياة أخرى قادمة إنه ظن أن لن يحور وعين أن يأتي الرد الإلهي بلى إن ربه كان به بصيرا بلى يعني تنفي كل ما جاء قبلها يعني كل هذا الكلام غير صعيه إن ربه كان به بصيرا يعني ربنا لمن بيعقبه لا يظلمه ولكن يعطيه حقه بالعدل والخصص إنه ظن أن لا يحور بلى إن ربه كان به بصيرا ثم تنتقل الآيات بقسم بعدد من ظواهر الكون وربنا تبارك وتعالى في القرآن المكتي يستشهد على حقيقة ألوهيته وربوبيته ووحدانيته وخالقيته وصدق ما جاء في كتابه بخلقه الذي يراه الإنسان يعني يستشهد بالخلق على صدق ما جاء في القرآن الكريم على صدق الدين على صدق رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول فلا أقسم بالشفق طيب رب العالمين لا يقسم إلا بالعظيم يعني يا الله لا يقسم إلا بالأمر العظيم فإذا جاءت الآية القرآنية الكريمة بصيغة القسم كان في ذلك تنبيها لنا على أهمية الأمر المقسم به وأهمية جواب القسم يعني كل آية القسم في القرآن الكريم لأن الله غني عن قسم الإباد من نحن حتى يقسم لنا ربنا تبارك وتعالى لكن إذا جاءت الآية القرآنية الكريمة بصيغة القسم كان هذا من قبيل تنبيهنا إلى أهمية الأمر المقسم به وأهمية جواب القسم ونفي القسم في اللغة العربية مبالغة في توكيد القسم يقول لا أقسمه يعني أقسم قسما مغلظا أقسم قسما مؤكدا فنفي القسم في اللغة العربية هو مبالغة في توكيد القسم فالفاء قسم واللام النافية قسم فلا أقسمه بالشفق طيب ما هو شفق حتى يقسم به ربنا تبارك وتعالى احنا عارفين ان الارض تدور حول محورها امام الشمس فالغروب يعني ايه اما تغرب الشمس يعني احنا بعدنا الناس بقولوا الشمس غربت لا احنا اللي بعدنا عن الشمس يعني الارض تدور حول محورها امام الشمس فاذا غربت الشمس يعني تحركت الارض فبعدت بنا عن الشمس ويصبح قرص الشمس تحت افق الارض وفي هذه اللحظة يتكون الشفق فالشفق هو ضوء الشمس غير المباشر النور غير المباشر الذي يأتينا إما بعد غروب قرص الشمس أو قبل شروقه يعني طول قرص الشمس تحت أفق الأرض فيصلنا نور غير مباشر من ضوء الشمس هذه النور غير المباشر هو الذي يسمى الشفق والشفق هو تشتت جزء من أشعة الشمس فيصل إلى أهل الأرض بطريقة غير مباشرة يعني نحن لا نرى الشمس ولكن نرى أفر ضوء الشمس هذا هو الشفق والشمس إذا كانت بين 6 درجات إلى 18 درجة تحت الأفق يعني يصلنا شيء من ضوءها بطريقة غير مباشرة وهذا هو المقصود بالشفق طيب الشفق شفق شفق عند الغروب وشفق قبل الشروق شفق الغروب يعني قرص الشمس يغيب عن الأرض ولكن يظل قريبا من الأفق فيصل الناس القرورين من هذا الأفق يصلهم شيء غير مباشر بالضوء الشمس طبعا نحن نعرفين أن النور الأبيض الجميل الذي يمن علينا به ربنا تبارك وتعالى في وضح النهار عبارة عن خليط من ألوان الطيف السبعة الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسيجي هذا الخليط يعطينا النور الأبيض الجميل الذي يمتعنا به ربنا تبارك وتعالى في وضح النهار طيب لما تغيب عننا الشمس يعني يبدأ النور الأبيض لا يتحلل لأطيافه يعود مرة أخرى إلى ألوان الطيف السبعة طيب أول ما يغيب عننا الطيف الأبيض يروح مننا النور الأبيض يروح مننا وبعندما وصلنا أطيافه طيب آخر ما يغيب عننا هو الطيف الأحمر لأنه أطول هذه الأمواج الطيف الأحمر وآخر ما يغيب عننا ولذلك من محزنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول علامة صلاة العشاء غياب الشفق الأحمر والله يا إخوة وأخوات وأبناء وأبنات أعزاء ما كان أحد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم شيئا عن ذلك مين كان يعرف أن النور الأبيض الجميل ده عبارة عن خلطة من ألوان الطيف السبعة وكان زمان بيعملونا قرص عليها ألوان الطيف السبعة ووصلوا بالمطور إذا دار المطور بسرعة نرى القرص أبيض إذا تباطع شوية تبدأ ألوان الطيف تظهر واحد بعد الثاني وأول وظهورا طيف الأحمر طيب لذلك أما تغيب عننا الشمس يعني أول ما يغيب عننا النور الأبيض وبعدين أطيافه واللي يغيب الأول القصير البنفسيجي الأزرق الأخضر وآخر ما يغيب عننا الطيف الأحمر ليه؟ لأنه أطول أمواج النور الأبيض لذلك من معجزات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول أن علامة دخول وقت العشاء غياب الطيف الأحمر الشفق الأحمر غياب الشفق الأحمر طبعا إذا غيب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء ويمتد كما يقول بعض الفقهاء إلى صاط الفجر أو إلى الثلثة الأول من الليل والأولى هو إلى صاط الفجر طيب صاط الفجر الشمس بتقترب مننا يعني أو إحنا بنتحرك في اتجاه الشمس الأرض تتحرك في اتجاه الشمس تبدو الشمس كأنها تقترب مننا فأول ما يصلنا الطيف الأحمر ننقى أطول الأمواج والحقيقة أن علامة الفجر ظهور الطيف الأحمر الطيف الأحمر صعب الواحد يركه في السواد في ظلمة الليل صعب إدراكه يعني أعايز نظر حاد جدا أو أجهزة تحليل الضوء لذلك من التخفيف عننا رب العالمين قال علامة الفجر النور الأبيض حتى تبايد أن يركبه الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر يعني رحمة من الله سبحانه وتعالى لكن في الحقيقة وقت الفجر عند ظهور الطيف الأحمر هو أطول أمواج النور الأبيض فهو أول من يصل إلينا وآخر من يغيب عننا فغياب الطيف الأحمر هو علامة دخول وقت العشاء وظهور الطيف الأحمر هو علامة دخول الفجر ولكن للتخفيف عن المسلمين رب يجعل النور الأبيض كاملا يعني حتى تبايدكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فالعالمتين دون أولا تشيراني إلى ظاهرة كونية عجيبة وظاهرة لا تستقيم الحياة بغيرها وهي تبادل الليل والنهار يعني كل الكائنات الحية لا تتحمل العيش في نهار كامل ولا تتحمل العيش في ظلمة كاملة لذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بتبادل الليل والنهار لأنه لو لا تبادل الليل والنهار ما استقامت الحياة على الأرض لذلك قال فلا أقسم بالشفق يعني أقسم قسما مغلظا بهذه الظاهرة الكونية ظاهرة الشفق يعني اللي تظهر بعد غياب قرص الشمس عنكم وتظهر قبل قرص الشمس إليكم وهي إشارة إلى دخول الليل وإلى يعني ظهور النهار يعني كأنها إشارة ظنية رقيقة إلى تبادل الليل والنهار على سطح الأرض ولولا تبادل الليل والنهار ما استقامت الحياة على سطح الأرض وده معنى القسم بالشفق طبعا الشفق فيه كلام كثير علمي لا أريد أن أدخلكم فيه لكن القسم بالشفق هنا إشارة إلى حقيقة كونية هامة وهي أن الله سبحانه وتعالى يمن علينا بأنه جعل في طبيعة هذه الأرض وطبيعة هذا الكون أن يتبادل الليل والنهار على كل أجرام الكون لأنه لولا تبادل الليل والنهار ما استقامت الحياة لا النبات ولا الحيوان ولا الإنسان قال فلا أقصب بالشفق والليل وما وسق يعني ما وسق يعني ما ضم يعني ما احتمل يعني الحياة طبعا تنشل في النهار وتهدأ في الليل فكأن الليل يضم حركة الناس وحركة الأشياء وحركة الحيوانات وحركة النباتات قال فلا أقصب بالشفق والليل وما وسق برضو إشارة ضمنية رقيقة إلى حقيقة تبادل الليل والنهار على صفح الكرة الأرضية والقمر إذا اتسك واتساق القمر هو اكتمال نوره طرفين القمر بيدور حول الأرض في لحظة مع اللحظات يأتي القمر بين الأرض والشمس فيقع نصف القمر المنير موجه للشمس ونصف القمر المظلم موجه للأرض وتسمى هذه المرحلة مرحلة المحاق يعني لا نرى نور على القمر لا نرى القمر وبعدين نتيجة حركة القمر حول الأرض يخرج من هذا الظل من ظل الأرض فيبدو عليه هلال قوس صغير جدا من النور يسميه الهلال الوليد الهلال الوليد يعني اللي بنعرفه بداية الشهر إن شهر القمري دخل وبعدين يبدأ النور يزداد على سطح القمر بالتدريج عند التربع الأول إذن كان نصف الدائرة تماما يسموه التربع الأول وبعدين يزداد النور شوية يسموه الأحدى بالأول وبعدين عندما يصل القمر في مواجهة الأرض والشمس يبقى نور الشمس يغطي سطحه بالكامل دائرة كاملة من النور نسميه البدر ليلة 14 البدر هذا يستمر اليومين ثلاثة وإن يبدأ يدرك مرة أخرى إلى الأحدى الثاني إلى التربع الثاني إلى الهلال المتناقص حتى يدخل في المحاق دورة القمر حول الأرض جعلها رب العالمين وسيلة من وسائل تحديد الزمن قبل اختراع الساعات ووسائل حساب الزمن المزولة وغيرها كان سطح القمر أو مساحة النور على سطح القمر هي ساعة الناس هي وسيلة التوقيت وأنا والله رأيت بدوة في جزيرة العربية من كثرة مراقبته للقمر يقول للهلال دا ابن يومين أو ابن يوم واحد أو ابن ثلاث أيام يعني التربع الأول ليلة السابع تماما البدر الكامل ليلة 14 تماما فساعة زمنية لأهل الأرض فيخصم ربنا تبارك وتعالى أيضا بآية من آياته في الخلق أنه جعل حركة القمر حول الأرض وسيلة من وسائل تحديد الزمن لأهل الأرض ومن الغريب أن الهلال الوليد يكون قرناه إلى أعلى الهلال المتناقص يكون قرناه إلى أسفل وبيبقى النور عبارة عن قوس من النور على طرف دائرة القمر يعني سطح القمر الدائري هذا قوس فالهلال الوليد يكون قرناه إلى أعلى الهلال المتناقص يكون قرناه إلى أسفل وذلك يقول رب العالمين والقمر قدرناه منازلة حتى عاد كالعرجون القديم والعرجون القديم هو صباطة التمر صباطة البلح عندما تجث فتنحني ويكون طرفها إلى أسفل فالحقيقة يقول والقمر إذا اتسق يعني يمن علينا ربنا تبارك وتعالى لأنه جعل القمر ساعة لأهل الأرض يستطيعون أن يحددوا بها الزمن وأجمل ما في القمر البدر يعني إذا اكتمل نوره كاد بدرا والتسق يعني اكتمل نوره اكتمل يعني إشراق سطحه والقمر إذا اتسق يعني يقول لتركبنا طبقا عن طبق والطبق هنا أشدة الحالة من حالات الشدائل التي يمر بها الإنسان ودي الرحلة لما ينظر الإنسان رحلة وجوده على الأرض والله مليئة بالصعوبات يعني الحملة صعوبة الميلاد صعوبة الطفولة صعوبة الشباب صعوبة الكهولة صعوبة الموت صعوبة يعني رقدة القبر وظلبة القبر ووحشة القبر صعوبة هول البعث صعوبة هول العرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى صعوبة يقول لا تتخيلوا أن الحياة سهلة الحياة ابتلاءات وامتحانات وستمرون بشدائد كثيرة والناجح فيكم الذي يستطيع أن يجتاز هذه الشدائد بنجاح لتركبنا طبقا عن طبق والركوب هنا يعني الاحتمال المرور بهذه الشدائد لتركبنا طبقا عن طبق للأسف الشديد كثير من الناس تفلسفه وقوله ده كلا إشارة إلى رحلات الفضاء وأن الأخمار الصناعية تتحرك من المساعدة هذا كلام غير صحيح كلام فيه تكلف وغير مقبول أبدا يعني تركبنا طبقا عن طبق الاختاب لكل الناس بش بس لرواد الفضاء فالكلام عام يعني أن الحياة صعبة والعاقل الذي يستعين بربه على مواجهة صعوبات هذه الحياة كل رحلة في هذه الدنيا صعبة وحتى الانتقال من الدنيا للآخرة صعب هول القيامة صعب نسأل الله أن يهوين وعلينا جميعا لذي قال لتركبنا طبقا عن طبق لتمرنا بصعوبة بعد صعوبة وبشدة بعد شدة وبامتحان بعد امتحان ده معنى لتركبنا طبقا عن طبق ثم تتوجه الآيات بخطاب للناس جميعا خاصة للكفار والمشركين والمعاندين والمكابرين والمتنطعين والظالمين والغلاة المتجبرين عن الناس في الأرض فيقول فما لهم لا يؤمنون بعد كل هذه الشواهد التي تعرضها الصورة على قدرة الله وعظمة الله وإبداع الله في خلقه قل فما لهم لا يؤمنون يعني من يرى ذلك كله ولا يؤمن فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون القرآن من أعظم يعني معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الأنبياء والمرسلين السابقين كل واحد رب العالمين يعني زوده بعدد من المعجزات الحسية لتشهد له بالنبوة أو تشهد له بالرسالة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان لم يحرم المعجزات الحسية كان في حياة المعجزات الحسية كثيرة لكن أعظم معجزة عطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي القرآن والقرآن يعني كما قلنا في حادثنا الأولى هو الكتاب السماوي الوحيد الذي تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظه فحفظ في نفس لغة وحيه يعني شو مثلا التوراة أنزلت باللغة الهيرغولفية القديمة يعني لا يوجد نص للتوراة باللغة الهيرغولفية أقدم نص باللغة اللاتينية الإنجيل أنزل باللغة الآرامية لغة قومة خوم عيسى عليه السلام لغة الآرامية لا يوجد نص الإنجيل باللغة الآرامية وإحنا عارفين أن إذا ترجم النص الإلهي يفقد كثير من روحانيته كثير من عظمته يعني والله يا إخوة وأخوات أنا مقرأ ترجمة آيات بقران الكريم اللغة الإنجليزية لا أستمع بالمعنى أبدا حتى أقرأه باللغة العربية والله وأنا أتقل اللغة الإنجليزية من فضل الله وكرم لكن لا أستمع لا يمكن لا أجد كلمات في اللغة الإنجليزية تحمل يعني عظمة النص العربي وأنا وراء حضرت يعني كنت في جامعة كيمبرج وفجأت بمؤتمر عن صعوبة ترجمة معاني القرآن الكريم للغات الأجنبية قلت والله أحضر شوف ماذا يقولون عن القرآن الكريم فوجدت شيخ وقور اسموتي بي إيرفينغ عليه رحمة الله هذا الرجل أسلم وعنده 17 سنة والله وأفنى عمره في خدمة القرآن الكريم يقول أنا أستاذ للغويات الحديثة ولكن أقر أن القرآن لا يمكن أن ترجمته المترجم بترجم مفهوم لدلالة الآية لكن النص لا يمكن وأنا عادي يقول أنا مرت علي قول ربنا تبارك وتعالى فاتق الله حقه تقاته قال والله لم أجد في اللغة الإنجليزية كلمة تقابل التقو أبدا أبدا موجد لا هي خوف فقط ولا هي احترام فقط ولكن هي مزيج من الخوف والاحترام قال لما أجد في اللغة الإنجليزية كلمة تقابل هذا وأدى أنه مزيج كثيرة ولذلك أقول أن الوحي السماوي إذا فقد لغته فقد رسالته ولذلك أقول لليهود والنصارى يعني والله عيدوا النظر فيما بين أيديكم والله أنا نفسه وأنا جاي في الطريق لكم واحد بعيدت لي حوار كان بيني وبين أحد مذيع الجزيرة البرنامج هو زيارة خاصة ونكنش عارف أنه مسيحي وجلس يجدلني يعني والحوار لطيف إن شاء الله يعني يمكن تروه على الإنترنت أو على الإخوة اللي بيحطوه على الفيسبوك حقيقة يعني لا يوجد نص سماوي بين أيدي الناس الآن إلا القرآن الكريم يعني الله لم ينزل كتاب يسمى العهد القديم اليوم بيسموا كتابه من العهد القديم أنزل الطورة وأنزل الزبور وأنزل الإنجيل وأنزل القرآن الكريم لم ينزل كتابا اسمه العهد القديم لم ينزل كتابا اسمه العهد الجديد هذه كلها صناعة بشرية لا علاقة له بوحي السماء وإن تحدثت عن وحي السماء ولذلك لا أرى أبدا جلالة ربوبية الذي يطراء في نص الآيات القرآنية لا أرى أبدا وأنا أقرأ العهد القديم وعهد الجديد أبدا أبدا بالإضافة أن الكتابين دول مليئان بالأخطاء اللغوية والدينية والأخلاقية والسلوكية والتاريخية والعلمية كلام الله كمان مطلق فالقرآن الكريم في حفظه على بناء 14 قرنا يعني في نفس لغة وحية دون أن يضاف إليه حرف واحد أو أن ينتقص منه حرف واحد من أعظم المعجزات القرآن يعني يمثل الكمال المطلق يعني لا أرى خللا يعني في آية قرآنية كريمة واحدة وإن تطاول عليه كثير بعض من الكفار والمشركين لا أرى خلالا أبدا والله أحد المستشرقين الفرنسيين يعني كان يعارض الإسلام ويعارض القرآن ومات وهو يتلو آيات من القرآن الكريم فاضت روحه وهو يتلو آيات من القرآن الكريم فلذلك أقول القرآن جلال الربوبية يتراء ما بين آياته الروحانية العظيمة التي يستشعر بها المسلم وأقرأ الخلال الكريم والله لا تتوافر لأي كتاب آخر مهما عظمت كتابته مهما دقت كتابته لذلك القرآن يقول فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون وهذه آيات سجدة يعني آيات سجدة في الجزء الثلاثين هذه آية سجدة الله يعني إذا قرأها المسلم أو سمعها يسجد الله سبحانه وتعالى ثم تقول الآيات بل الذين كفروا يكذبون يعني كل الكفار ينكرون ربانية القرآن الكريم ينكرون نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ينكرون البعث والحساب والعرض الأكبر ربا الله سبحانه وتعالى والقلود في الحياة القادمة بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يعون وأصل كلمة الإعاء يعني رضع الشيء في الوعاء يعني الله أعلم بما يعون بما يكتمون في صدورهم في قلوبهم في مفاهيمهم في أفكارهم في تصوراتهم والله أعلم بما يعون فبشرهم بعذاب أليم يعني الذي ينكر القرآن الذي ينكر نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي ينكر البعث وأهواله الذي ينكر الحشر وصعوباته الذي ينكر العرض الأكبر عمى الله سبحانه وتعالى الذي ينكر الحساب الميزان الصراط الجنة النار الذي ينكر أننا سنخلط في حياة قادمة لا موت بعدها حياة خالدة أبدية ولذلك العاقل الذي يسعى لهذه الحياة الدنيا مهما طالت نهايتها الموت والحياة الحقيقية هي الحياة في الآخرة فالعاقل والعاقلة الذي يعمل والتي تعمل لهذه الحياة الباقية الأبدية التي لا موت بعدها أما رحلتنا في الدنيا رحلة عارضة ستنتهي بالموت نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعنى على تعقيق رسالتنا فيها إن شاء الله والله أعلم بما يعون فبشرهم بعذاب أليم لأن العذاب الآخرة لا يتخيل العقل شدته نسأل الله أن يجرنا من عذابه إن شاء الله يوم ما بعثوا عباده ثم يأتي الاستثناء العظيم في خفام الصورة والذي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات لهم أجر غير ممنون الذي يؤمن بأن القرى حق وأن محمد حق صلى الله عليه وسلم وأن الآخرة حق وأن الموت حق وأن البعث حق وأن العرض الأكبر حق وأن الحساب حق وأن الجنة حق وأن النار حق والله بيستقيم عمله فربي بيكرمه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون غير ممنون يعني غير مقطوع أجر مستمر لا ينقطع ولا يفنى ولا يبلى لهم أجر غير ممنون والممنون أيضا قد تكون من المن يعني لا يمتن أحد عليهم به لأنه هبى من الله سبحانه وتعالى هذه بعض الخواثر عن صورة الانشقاق وأكرر في نهايتها قول الرسول صلى الله عليه وسلم من صره أن ينظر إلى الآخرة كأنه نظر العين فليقرأ إذا شمس قورت إذا سماء فطرت إذا سماء شقت ثلاث صور دول يجسدون لنا بعض أهوال الآخرة وعلى كل مسلمة مسلمة عندما يقرأ هذه الصور أن يحرص على تدبر معاني آياتها وتدبر عن كله أما بالذات الآيات التي تتحدث عن أهوال القيامة لعلها ترقق القلوب وتضبط السلوك وتوجه الناس إلى معرفة حقيقة رسالتهم في هذه الحياة هذا ما عندي وصلى الله وسلم وبركاته سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا